اشتركوا في القناة حقا؟ أحسنتم بارك الله فيكم إذن هيا لنكتشف في درسنا لليوم معلومات غريبة عن بعض أنواع أسماك ونبدأ درسنا بالأهداف والهدف الأول قراءة فقرة من الدرس قراءة جهرية سليمة مراعاة المدود التشكيل وتمثل المعنى الهدف الثاني توظيف ك في الكلمات المعرفة بال الهدف الثالث توظيف التركيب اللغوي حتى في ثلاث جمل مفيدة توظح معناها توظيفا سليما الهدف الرابع جمع المعلومات حول الكائنات الحية هيا مستعدون؟ أحسنتم نبدأ الآن قراءة النص قال علاء من أغرب ما قرأت كان عن سمك يسمى رام السهام الذي يتميز بطريقة عجيبة جدا في صيد طعامه فهو يسبح على سطح الماء باحثا عن حشرات فوق أوراق أو أعشاب طافية وعند رؤيته حشرة يرسل نحوها سيلا من القطرات المائية تنطلق كالسهم حتى يصيب الهدف تماما وغالبا ما تسقط الحشرة من مكانها وتقع في الماء فيأكلها كما قرأت أيضا عن سمك يسمى القط البحرية وهو الذي يحضن البيض في فمه بعد أن تضعه الأنثى مدة شهر أو أكثر كالأم الحنوني التي تحمل جنينها في بطنها حتى تلد وتستمر الصغار في فمه بعد الفقس مدة أسبوعين آخرين فيصعب عليه أن يأكل أو يتغذى وهكذا فهو يصوم نحو ستة أسابيع متتالية من أجل صغاره ومما أعجبني من الأسماك سمكة تسمى المنظفة لأنها تقضي كل وقتها تقريبا في تنظيف أجسام أنواع الأسماك الأخرى إذ أن أسنانها كالملقط الصغير تلتهم به الطفيليات والجلد الميت والجراثيم العالقة بتلك الأسماك والتي تسبب لها آلاما مبرحة وبهذا تكون الفائدة متبادلة بين السمكة المنظفة والأنواع الأخرى من الأسماك أحسنتم قراءة جميلة جدا هيا بنا لنذهب الآن إلى التدريب الأول أرض كاتب النص معلومات عن ثلاثة أنواع من الأسماك هي أحسنت أحسنت إجابة جميلة أيضا إجابة رائعة أيضا بارك الله فيكم إذن أرض كاتب النص معلومات عن رام السهام والمنظفة والقط البحري أحسنتم بارك الله فيكم السؤال الثاني لماذا يصعب على القط البحرية تناول غذائه فكروا جيدا ماذا يضع في فمه أحسنتم بارك الله فيكم لأن أنثاه تضع الصغار في فمها بعد الفقس مدة أسبوعين آخرين أحسنتم بارك الله فيكم هيا لنرى السؤال الثالث كيف تحصل السمكة المنظفة على طعامها واضح من اسمها المنظفة أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم أسنانها كالملقط الصغير تلتهم به الطفيليات والجلد الميت والجراثيم العالقة بتلك الأسماك أحسنتم يا أبطال هيا الآن جهزوا سبوراتكم وأوراق خارجية قوموا برسم هذا الجدول أنا أنتظركم هيا الجدول جاهز أحسنتم هنا لدينا سمكة رام السهام أريد منكم ذكر مميزاته مميزاته طعامه وطريقة حصوله على الطعام هيا بخط جميل ومرتب صحة الإملاء ومعلومات دقيقة أنا بانتظاركم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هيا هيا هل أنتم جاهزون لنرى الإجابات معا ما هي مميزات رام السهام أحسنتم إجابة جميلة يسبح على سطح الماء باحثا عن حشرات فوق أوراق أو أعشاب طافية أحسنتم وما هو طعام رام السهام أحسنتم بارك الله فيكم الحشرات أحسنتم وما هي طريقة حصوله على الطعام نعم نعم سمعت الإجابة أحسنتم بارك الله فيكم يرسل قطرات مائية باتجاه من الحشرات أحسنتم بارك الله فيكم الآن في نفس الجدول فقط قوموا بمسح المعلومات الخاصة برام السهام وقوموا بملء المعلومات الجديدة الخاصة ب المنظفة هيا أنا بانتظاركم دقيقة واحدة ونعود مرة أخرى هيا يا أبطال ما هي مميزات المنظفة نعم إجابة جميلة قراءة صحيحة بارك الله فيكم أسنانها كالملقط الصغير أحسنتم وما هو طعامها أحسنتم بارك الله فيكم طعامها الطفيليات والجلد الميت والجراثيم العالقة بالأسماك أحسنتم الآن طريقة حصولها على الطعام نعم فكر استرجع المعلومات سمعت سمعت إجابة صحيحة أحسنت بارك الله فيك تقضي كل وقتها تقريبا في تنظيف أجسام أنواع أسماك بارك الله فيكم إجابات رائعة رائعة فعلا التدريب الثالث جميل وسهل هيا نحول الجمعة إلى مفرد هيا ما هو مفرد كلمة سهام أحسنتم مفردها سهم أحسنتم الكلمة الثانية قطرات مفردها قطرة أحسنتم بارك الله فيكم الكلمة الثالثة هي حشرات مفردها نعم نعم سمعت الإجابة أحسنت بارك الله فيك حشرة أحسنتم والكلمة الأخيرة هي أسماك أسماك كثيرة سمكة أحسنتم سمكة هي مفرد كلمة أسماك بارك الله فيكم والآن مع التدريب الرابع لنكمل كما في المثال يرسل رامي السهام سيلا من القطرات حتى يصيب الهدف الآن سنكمل الجمل كما في المثال ولا تنسوا حتى نتعلم برامج الحاسوب حتى أحسنتم إجابة جميلة حتى نتطور بارك الله فيكم نستعمل الماء باعتدال حتى إجابة رائعة بارك الله فيكم نحافظ نحافظ أحسنتم ننشر الملابس حتى نعم أحسنتم بارك الله فيكم حتى تجفة بارك الله فيكم هيا تدريب الخامس أيضا سنكمل كما في المثال طائر الكركي متوج يشبه الملك طائر الكركي متوج كالملك سمعتها؟ ك كالملك هيا سنكمل الجمل مثل المثال قرن الغزال يشبه السكينة هيا أنتظروا الإجابات نعم أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم قرن الغزال كالسكين أحسنتم شوك القنفذ يشبه الإبارة أحسنتم أحسنتم استخدموا الكاف أحسنتم بارك الله فيكم شوك القنفذ كالإبارة أحسنتم الجملة الثالثة أسنان الطفل تشبه اللؤلؤة استخدموا الكاف نعم نعم كال أحسنتم أسنان الطفل كاللؤلؤ بارك الله فيكم إجابات رائعة ودقيقة بارك الله فيكم الآن سأقول لكم إني جمعت معلومات رائعة حول نبات جميل جدا إذن ما هو اسم هذه الزهرة أحسنتم 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 إجابة جميلة ما لون هذه الزهرة انظروا لها واضحة جدا كلون الشمس أحسنتم من يعرف منكم معلومة غريبة عن هذه الزهرة أحسنتم رائع تودون معرفة معلومة أخرى هيا بنا نرى الإسم زهرة تباع الشمس لأنها تتبع الشمس أحسنتم الشكل الخارجي لونها مميز جميلة طويلة لونها أصفر وبرتقالي الغريب فيها استمعوا جيدا تتبع الشمس أينما ذهبت في الشروق وفي الغروب نلقاها أحيانا مائلة لليمين وأحيانا أخرى لليسار هل هذه معلومة جميلة أحسنتم بارك الله فيكم وما هي الزهرة أو ما هي النبتة التي تودون جمع معلومات جديدة عنها أحسنتم أنا بانتظار هذه المعلومات بارك الله فيكم يا أبطال بهذا نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم نراكم في دروس قادمة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر